علامات التعجب من الإصرار على مس رواتب الموظفين اختلطت مع حيرة هذه الطبقة الفقيرة أمام سياسة الحكومة الاقتصادية التي تتخبط بحسب كل الخبراء وأصحاب الشأن الذين لطالما اقترحوا حلول وبدائل عن هذه السياسة إلا أن الحكومة تجعلت أصابعها في آذانها وأصرت على تطبيق سياستها ويقول خبراء إن العراق أصبح عبارة عن دولة موظفين يحلمون بالحصول على مدخلاتهم الشهرية بعد أن فشلت العملية السياسية بكل حكوماتها بجعلها دولة مواطنة مشيرين إلى أن إجراءات حكومة الكاظمي تركز على استهداف طبقة الموظفين أولا عبر خفض قيمة الدينار أمام الدولار والذي أسهم بانهيار القدرة الشرائية ثم بمحاولات استقطاع الرواتب التي لم تمرر بفعل الضغط الشعبي وأخيرا بطلب وزير المالية علي علاوي بإجراء استقطاعات ضريبية على إجمال الدخل الشهري ويرى اقتصاديون أن هذا الاستقطاع الضريبي يمثل خللا بنيويا في المنظومة الاقتصادية للدولة ولا يمكن معالجته بسبب شحة الموارد والفساد وهشاشة المؤسسة الحكومية وتخلف صانعي القرار الاقتصادي الذين استطاعوا عبر قراراتهم الأخيرة الحصول على بعض السيولة لكن بمقابل تكلفة اجتماعية عالية حيث زادت نسب الفقر وانخفض المستوى المعيشي للفرد العراقي وفي إطار محاولات إلقاء الكرة بملعب الحكومة والتنصل من أي مسؤولية حذرت اللجنة المالية النيابية من استمرار وزير المالية علي علاوي بنهجه الاستفزازي في التعاطي مع القضايا التي تمس المواطنين وأرزاقهم دون الشعور بحجب المعاناة التي خلفتها القرارات الأخيرة وبينما يدفع المواطن البسيط ثمن الإجراءات الحكومية لا يبدو أن تلك الإجراءات قد حققت أي تقدم على مستوى اقتصاد البلد الذي بلغت ديونه الداخلية والخارجية مائة وثلاثة عشر مليار دولار ما يعني أن هذه الأزمة الخانقة يواجهها العراق كدولة بينما تخرج الأحزاب والساسة منها بأقل الخسائر وأكثر الأرباح على الرغم من أن فسادهم وسوء إدارتهم كان أساس الأزمة وأهم أسبابها ترجمة نانسي قنقر